بينما يستنفر العالم وتشخص أنظاره على الخليج العربي ليشهد شرارة حرب هددت بها أمريكا وإيران على حد سواء تمر رسائل من بين سطور تخفض مستوى لهجة التهديد وتنتزع العصابع من على الزناد قادة أمريكا وإيران أكدا في غير مناسبة أنهما لا يريدان الحرب بمحاولة تبدو لضبط إقاع التصعيد المتزايد ولو مؤقتا فيقول ترامب إنه يأمل أن لا تكون الولايات المتحدة في طريقها إلى خوض حرب مع إيران ليلتقي لاحقا مع أولي ماور رئيس الاتحاد السويسري لتسهيل العلاقات الدبلوماسية والقضايا الدولية الأخرى بحسب بيان للبيت الأبيض وإذ يستبعد الطرفان اندلاع مواجهة عسكرية فإنهما في الوقت نفسه يؤكدان عدم رجوعهما خطوة إلى الوراء في البدائل الدبلوماسية خصوصا من طرف تهران التي رفعت شعار لا تفاوض مع إدارة ترامب تحت ضغط الظروف الراهنة ولكن على الرغم من أجواء التهديئة يبقى الحذر قائما من أي انزلاق للأوضاع خاصة بعد الهجمات التي شنت على السفن في الفجارة الإماراتية وهجمات الطائرات المسيرة في الرياض والتي اعتبرت رسائل إيرانية مفادها بأنها تجادة في تنفيذ تهديداتها السابقة بمنع تصدير النفط في المنطقة في حال منعت هي من تصدير نفطها ولها أدرعها من العراق وسوريا ولبنان وصولا إلى اليمن وإذ لا يتوقع ملامح الرد الأمريكي الفعلي على عمليتي الفجارة والرياض وهلما إذا كانت واشنطن ستكتفي بإعادة انتشار قواتها في الخليج العربي من عدمه فإن الظاهرة من إيران عدم احتمالها تداعيات الحضر الشامل على صادراتها النفطية وإحكام توقع العقوبات الأمريكية ما يعيد خيار الحرب إلى الواجهة فإن هدأت اللهجات اليوم لا ضامن لهدوئها غدا ترجمة نانسي قنقر